مش هقول النهاردة صباح نصر واحد هقول صباح النصر 11 مرة الحمد لله ربنا كتبها لنا بس مش كتبها لنا بالصدفة رغم ان الناس كتير كانت بتشكك ناس كتير قلت لك انسة الكلام ده ناس كتير قلت لك ومحصلش معاك ايف سان دانس ما شفتوش مش مهمة كل الكلام ده قلنا حاجة واحدة الرد دايما النادي الاهلي بيكون على الارض صباح الهنم صباح النصر والنجمة 11 والحمد لله يا رب قدرنا ان احنا نرد على كل حاجة بتتقال والتشكيك اللي حصل والمحاولات المستميتة من البعض اللي هز الثقة كمان للعيبة كل ده اتى ثماره بالعكس ان احنا قدرنا ان احنا نحقق افضل شي عندنا نقدي افضل اداة عندنا يا كريم مشهد مبارح اكثر من رائع اه كنا على اعصابنا خليني اقولها بصراحة ولكن كنا واثقين فيه فرق بين ان انت تبقى على اعصابك والان وحسس ان الدنيا بتروح منك وفيه فرق ان انت تبقى على عصابك بس انت واثق في الفريق كلنا مبارح كنا قاعدين من اتفرج على الماتشوة لكن كنا واثقين ان ان شاء الله الفوز هيكون حليف النادي الاهلي حنقدر ان احنا نحصل على او نحصل جول التعادل حصل مبارح وكل مصر كانت بتفرح خليه يقولك يا كريم مش بس الاهلوية مصر كلها كانت بتفرح ملك افريقيا زي ما بتقال عليه النادي الاهلي حاجة مشرفة حاجة عظيمة والحضراتكم بتشوفوا معنا دلوقتي دي لقطات حية من وصول النادي الاهلي والبعثة الخاصة بالنادي الاهلي طبعا وكان في استقبالهم سيادة الوزير وزير الشباب والرياضة دكتور اشرف الصبحي وانا اعتقد لو كان في فرصة ان مصر كلها تروح تستابل البيعثة يا كريم كانوا راحوا فعلا